إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله حدث عظيم وخطب جسيم جاء في كتاب الله عز وجل وورد في القرآن وورد في القرآن ذكره مرارا وتكرارا وكثير من الناس عن هذا الحدث في غفلة وعن الاستعداد له في فتور وتوان ذلكم عباد الله ذلكم عباد الله هو الموت وما أدراك ما الموت وما يكون بعده عباد الله والموت حدث عظيم يفضي بالعبد إلى أول منازل الآخرة ومن مات قامت قيمته وبدأ في حقه الحساب والنعيم أو العذاب عباد الله والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقات جزائه وبعد الموت عباد الله ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار وما له من سبيل إلى عودة إلى هذه الدار وفي باب حسنة لا مجال له إلى زيادة أو استكثار وفي باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار فليس بعد الموت عباد الله إلا حفرة يدرج فيها العبد تكون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يبقى في هذه الحفرة إلى يوم القيامة يوم ملاقات العزيز الغفار حدث عظيم فأين الاتعاض والاعتبار فأين الاتعاض والاعتبار والادكار عباد الله والموت ملاق والموت مدرك كل عبد لا محالة وملاقيه بلا ريب أينما تكون يقول الله تعالى أينما تكون يدرككم الموت ويقول جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم عباد الله والموت له أجل محدود وأمد معدود فإذا جاء الأجل فلا استئخار عنه ولا تقدم فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال جل وعلا لكل أجل كتاب عباد الله والله جل وعلا وكل بالموت ملك واحد وكل إليه قبض الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولهذا الملك أعوان من الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم وقال جل وعلا توفته رسولنا عباد الله والموت لا يفرق بين صغير وكبير وذكر أو أنثى وبين مريض وصحيح فقد يدخل الموت إلى البيت ويكون فيه رجلا مسنا وشخصا آخر مريضا فيأخذ من البيت أصح من فيه فلا يميز الموت بين صغير ولا كبير ولا علم لأحد بنهايته ولا أجله فالعلم بالموت أمر مغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولهذا قد يقرروا بعض قد يقرروا بعض الأطباء عن شخص مريض اشتد مرضه بأنه قد قربت منيته ودن أجله فيكتب الله عز وجل للمريض حياتا وللطبيب موتا فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد عباد الله ومن مات فقد مات بأجله وفارق الدنيا بما كتبه الله جل وعلا له في علمه الأزلي وبما كتبه في اللوح المحفوظ وبما أمر به الملك أن يكتبه على الإنسان وهو في بطن أمه أيا كانت صفة موت الإنسان سواء موت سواء مات بحرق أو مات بغرق أو مات بقتل أو مات بأي حتف كان فموته بقدر الله وموته هو أجله الذي أجله الله له قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا عباد الله هذا الحدث العظيم عندما يكون العبد في ذكر الله فإن هذا يبعثه إلى الاستعداد والتزود ليوم المعاد وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ذكر هذه من لذات يعني الموت فإذا كان العبد فإذا كان العبد على ذكر للموت صلوحة حاله وحسنت صلته بربه وقوي استعداده لملاقاته سبحانه عباد الله ويأتي على الموت نفسه زمن يذبح فيه الموت فيكون الأمر بعد ذلك للجميع حياة بلا موت ففي الصحيحي صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح ويوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم نعرفه هذا الموت لأنهم كلهم قد رأاه وينادى أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت لأنهم كلهم قد رأاه فيذبح بين ناظري الجميع بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة أي في هذه الحياة الدنيا عن الموت وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اللهم انفعنا بهدي كتابك اللهم انفعنا بهدي كتابك ووفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعنا إلهنا على الاستعداد ليوم المعاد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولي سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والإمتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن في ذكر العبد للموت منفعة عظيمة وفائدة جليلة إذ بذكره تستيقظ القلوب الغافلة وتحيى القلوب الميتة ويحسن إقبال العبد على الله وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله عباد الله يقول الله جل وعلا كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور حقيقة عظيمة لا بد أن ندركها وخطب جسيم لا بد أن نستحذره أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له أرأيت يا هذا لو كنت مكان هؤلاء فماذا تتمنى قال أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل قال يا هذا أنت الآن فيما تتمنى نعم عباد الله نحن فيما نتمنى نحن الآن نعيش في هذه الحياة بصحة وعافية وأمن وأمن ثم يأول الأمر إلى مفارقة هذه الحياة بحلول الأجل ومجيء الموت ألا فهل من استعداد وتهيئ اللهم أصلح أحوالنا أجمعين اللهم أصلح أحوالنا أجمعين واهدنا إليك صراطا مستقيما واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وأكفروا من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله بقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولو كان الموت عباد الله تاركا أحد لترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق أولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة اللهم وفق جميع أولاة أمر المسلمين لكل قول سديد وعمل رشيد اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون